فَاللَّهَ نَا أَسْأَلُ أَنْ يُبَارِكَ شَيْخَنَا وَبِحِفْظِهِ يَرَعَاهُ مِنْ كَيْدِ الْآشِرِ أَتْمِمْ لَهُ رَبَّاهُ يَا مَنْ نَرْتَاجِهِ هَدَفًا عَظِيمًا قَدْ تَلَأْ لَأَكَ الْقَمَارِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عبادين الذين اصطفى لا سيما نبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد صحابة رسول الله وقفنا مع قول الله بيانا لفضلهم بيانا لمكانتهم بيانا لإيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها في الحلقة الماضية قلنا بأن النجاة وبلوغ المرام إلى الوطن الأصيل في جنة رب العالمين سبحانه وتعالى لا بد من اعتقاد سديد ولأن الإنسان لا ينجر إلا بهذا الاعتقاد لأن رب العباد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لذلك شوف عيسى عليه السلام وش قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل عبود الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إذن وجب علينا أن نعلم أين توقي النجاة وأين الطريق الموصل إلى رب العباد وأين أن أصل درجة بالدرجة العلا عند رب الأرض والسماوات أن لي ذلك أقول بصحة الاعتقاد كاعتقاد النبي سيد البرية سيد البشرية واعتقاد الصحابة الكرام خير البرية وخير من أنشأ الله دل أفعلا من البشرية هؤلاء الأخيار الأكارم الأماجد قال في حقهم وألزمهم كلمة التقوى وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله هي لا إله إلا الله لما؟ لأن قلوبهم كانت تقية كانت نقية لذلك عقد الله على قلوبهم بالتوحيد إلى الشرك وألزمهم كلمة التقوى وقد قال النبي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكانوا أحق بها وأهلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق اسمع ضع تحتها خطا وتكلم مع الروافد ليعلموا كيف أن النبي من القرون الأولى ينفقهم يتهمهم بالنفاق قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ولذلك مالك قال كنا نعلم سبياننا أن محبة الصحابة دين ندين الله به لذلك الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا انظر فهذا الحق أن تعرف الفضل لأهله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال النجوم أمنة السماء النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد تتناثر تتشقق تنفطر وبعد ذلك تكون القيامة النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد قال وأنا أمنة لأصحاب الله ينقذهم بي لا ينزل العزب على جميع بي شوف الله قال حتى عن أهل مكة هم كفار قال وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون قال هنا الشاهد وأصحابي أمنة لأمتي يعني الصاحب بأمة وأصحابي أمنة لأمتي إذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد أتى الأمة ما توعد لذلك قال النبي حتى الفتح والنصر منوط بوجود الصحابة قال النبي يغزوا في آمنة الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله يقولون نعم يقول يفتح لهم فيفتح لهم النصر مؤيدون بوجود الصحابة الكرام وحتى الذين جاءوا من بعدهم من التابعين الذين يتردون عن الصحابة الفتح يكون أيضا والنصر بوجودهم ويغزوا في آمنة الناس فيقال أفيكم من صاحب من صاحب رسول الله شوف الصحابة الصحبة علامة نصر يقولون نعم فيفتح لهم وهذا بالصحيح ثم يغزوا في آمنة الناس فيقال أفيكم من صاحب من صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نعم فيفتحوا فيفتحوا لهم هذه دلالة على فضل الأنصار حتى أن النبي بيّن تفاوت الدرجة في الصحابة كلهم أخيار لكن يتفاوتون في الدرجات حتى الملائكة اعترفوا بذلك جاء جبريل للنبي الأمين فقال له من خير الناس فيكم يعني من خير الصحابة من خير الناس فيكم قال قال الذين شهدوا بدرا قال أوتعلم يا محمد وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا فالأمر على فضل هؤلاء الذين قد أسسوا الدولة الإسلامية وكان فضلهم فضلا عظيما لذلك ما أتنا ما أتانا الدين غدا طريا إلا على أكتاف هؤلاء ومباعة الردوان أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلجى النار أحد باعة تحت هذه الشجرة وهي مبايعة مبايعة الردوان ولذلك ظهر صدقهم وإخلاصهم النبي لما تكلم على حب الصحابة والحديث وكان في كلام قال فبحبي أحبهم يعني إن كان صادق في محبته سيحب الصحابة وببغض أبغضهم وإن كان كاذبا فإنه لو أبغضهم يكون في حقيقة الأمر يبغضني أنا شوف النبي يرد عليهم كيف الذين يكفرون الصحابة كيف حالهم عند نبي قال فبحبي أحبهم لو أحبهم إذن هو يحبني وببغض أبغضهم يعني هو إذا أبغضهم يكونوا يكونوا بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وأنا أختم الكلام على فضل الصحابة بإيجاز بكلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاء لرواة الدرمية وغيره بأنه قال قال عن الصحابة إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أتقاها وأصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لصحبته ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنعم الصحبة حملوا الدين على أكتفهم وفتحوا الأمصار بأسرها وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن أطلقوها إطلاقة إطلاقة جعلت الرايا خفاقة في السماء قال عمر حين قال له أبو عبيد بن الجراح يعني لو أتيت على بعيرك ونعلك في رجلك لأنه تأبط نعله وخاض ما خاض بركة ومما دخل على أبي عبيد وعبو عبيد يريد الهيبة له من أجل أن يستلم مفاتيح بات المغدس فقال له كريمة تكتب بماء العين لا 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 تكتب بماء الروح تكتب بماء القلب قال قال يا أبا عبيد لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هؤلاء الأخيار الأبرار ولو ما كثنا معهم طويلة لا نتوقف في حال من الأحوال لذلك كان ابن سعود يقول من اقتسى فليأتسى بمن مات بصحابة رسول الله فإنهم أعمقوا الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا هؤلاء لا تكلف لهم وهؤلاء قد آمنوا وصدقوا لما صدقوا الله صدقهم الله جل في علا هؤلاء الصحابة فنحن نسير على نهجهم ونحن نعتقد كما كانوا يعتقدون لأننا نعلم يقينا بأنه لا نجات إلا بما كانوا يعتقدون وبما كانوا يعملون بنص كلام النبي لما قالوا له من الفرقة الناجية من هؤلاء قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فبين أن عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون يعني طريقا إلى النجات إذن هؤلاء الصحابة وهذا البرنامج هو عقيدة الصحابة تكملة للعقيدة الصحابة في كل العقيدة في الله جل في علا طب العقيدة ما عقده القلب عليه إيمانا وهذه العقيدة أصلها وأسها أساسها الإيمان بالغيب عقيدة في الله جل في علا قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إذن لابد أيضا أن نفصل بعض بعض الإشارات بإجازة قد قلناها لكننا نكررها لتستقر في القلوب والتكرار معه الاستقرار والاستمرار أن لله أسماء حسنة ولله صفات ولأننا عندما نعتقد الاعتقاد الصحيح في الله جل في علا يحبون الله فينجينا لا كهؤلاء الذين يصفون الله بالنقص ويقولون يتبدأ عليه يعني كأنه لا يعلم ويقولون لا يتكلم ويقولون لا يصف بالعين ولا باليد وهذا سنبينه أن هذا اعتقاد النبي واعتقاد الصحابة الكرام إذن وجب علينا أن نكون في نفس الدائرة التي فيها النبي وفيها الصحابة لأن هذه الدائرة التي تنجو كل الدوائر الماسة التي تقترب أو تبتعد كلها لا نجات لهم إلا بإذن الله جل في علا أقول أسماء الله الحسنة أسماء لا تنحصر أسماء لا نعلم عددها ولا حصرها هذه الأسماء التي لا نعلم عددها ولا حصرها أسماء توقفية وما معنى توقفية يا أستاذ قال الأستاذ يعني لا يمكن أن أسمي الله إلا إلا بما سمى نفسه في الكتاب أو في السنة أو إجمع أهل السنة كررت ذلك لتعلموه كما تقول النصارى الآب أو يقول الآخر صاحب الخيمة الخضراء أو الزرقاء كل ذلك لا يجوز ولا يجوز لأحد أن يسمي الله جل في علا إلا بما سمى به نفسه وأما قول أحمد يغيس المستغيثين هذا خبر عن أفعال الله جل في علا فالأسماء وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَيْسَ لَكَ حَكِمًا إِذَا مِنْ أَسْمَا لَهِ العليم ومن أسماء الله الحكيم وفي الآيات التي قال فيها الله جل في علا إن الله كان سميعا بصيرا فيكون هنا السمع والبصر صفة من صفات الله جل في علا ولله الأسماء الحسنى العليم الحكيم الكريم البر الرحيم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فهذه أيضا من أسماء الله جل في علا يبقى تأخذ من الكتاب والسنى فقط أنت اللهم لا إله إلا أنت أنت الواحد الأحد الفرض الصمد الصمد الذي لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوان أحد لما مر النبي على الرجل قال اللهم إني أشهدك اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد النبي قال سأل الله باسم الله الأعظم بإذن لابد أن تكون ثابتة في الكتاب أو في السنة لا يجوز تسمية الله إلا بما سم به نفسه وأسماء الله جل في علا مشتقات ليست جامدة لأن أسماء الله تتضمن تضمن صفات صفات الكمال تقول الرحيم الرحيم يتضمن صفة الرحمة ولذلك لما تتوسل بها كما سنبين أن تقول يا رحمن يا رحيم ارحمنا ومعنى الرحمة هنا إذا انفرضت دخلت مع المغفرة ستر الزنب وعدم العقوبة عليه ستر الزنب وعدم العقوبة عليه لذلك قال علماؤنا أخطى ابن حزم عندما قال الدهر من أسماء الله لأن الدهر جامد ليس مشتقا وأسماء الله أسماء الله مشتقات تتضمن صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة أيضا أسماء الله جل جل في علا منصوص عليها في الكتاب وفي السنة وصفات الله إن كانت الباب أوسع من أبواب الأسماء لكن أسماء الله لا تنحصر في عدد كثيرة جدا والدلالة والدلالة تعادك بكتاب والسنة قال الله وتعالى ولله الأسماء الحسنة كثيرة وأيضا لقول النبي الله ما إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته لبعض خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى إذن أسماء الله كثيرة وأما حديث لله 99 نسما من أحصاها دخل الجنة من أحصاها يعني حفظها عن ظهر عدها وحفظها وتعبد بها وظهر أثارها على أخلاقياته وأفعاله لله ولله إن لله 99 نسما من أحصاها دخل الجنة يعني التسعة 90 نسم هذه لها مزيخ خاصة عن باقي الأسماء أن من حفظها من عدها من جمعها من الكتاب والسنة الإجمع ثم تعبد بها لله جل في علاه كان من أصحاب الجنة من أحصاها دخل الجنة ودخل الجنة وإنه دخل الجنة من أول وهلة من أول وهلة وقال بعض الرلماء قد يكون له سابقة لكن يدخل الجنة في المآل لكن ظهر الحديث أنه إن جمعها وحفظها وتعبد بها سيبعد عن كل معصية فيكون مآله إلى أن يدخل الجنة من أول وهلة هذه بالنسبة لأسماء الله جل في علاه وصفات الله لله صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة كل صفات الله كمال ونحن نثبتها والصحابة يثبتونها ما نفى صحابي قط صفة من صفات الله هنا يأتي المحل للأساس في البرنامج وهو الكلام على عقيدة الصحابة صفات الله صفات صبتية صبتية ما معنى صبتية يا أستاذ يعني ثبتت بالكتاب والسنة وهذا قلناه قبل ذلك نكرره من أجل أن أن يستقر في القلوب وصفات سلبية إيش يعني أستاذ صفات سلبية يعني نفاها الله عن نفسه طب التي أثبتها لماذا أثبتها لأنها صفات كمال والتي نفاها لماذا نفاها لأنها صفات نقص ولا يكون الرب يوصب بالنقص من وصف الله بالنقص كفر يبقى صفات سبتية لما لأنها كمال وثبتت يعني سبتية يعني ثبتت بالكتاب والسنة وصفات سلبية يعني إيه سلبية منفية يعني نفاها الله عن نفسه في الكتاب والسنة ولماذا نفاها لأنها صفات نقص كالنوم وكال والبكاء والضعف والعجز كل هذه صفات نقص لا يمكن أن يتصف فيها الله عن فعلها وفي الوسط صفات مقابلة صفات المقابلة فيها كمال من وجه وفيها وفيها نقص من وجه الكمال حين المقابلة أن يقول يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين كما قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفر يستهزئون واستهزئ الله بهم فهذه صفات كمال عند المقابلة لأنها لأن الله بكماله لا يخدع وبكماله لا يترك أهل النفاق يخدعون أهل الإسلام وأهل الإيمان ينصر أهل الإيمان عليهم وهذه من صفات الله يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا شفق الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين هذه صفات الكمال فلتعلم هنا الصفات السبتية كقول الله جل في علا إن الله كان سميعا بصيرا إنني معكما أسمع وأرى إذن أثبت أن الله أثبت لنفسه السمع والبصر من أين يا أستاذ تثبت لله السمع وتقول بأن الله سميع يسمع أقول من الكتاب والسنة إشاراتي هنا ليس للأذن إشاراتي لمعنى الذي تفهمه السمع ولذلك عائشة رضي الله عنه أرضها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات بأسرها المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت ويخفى عليها بعض حديثيها فأنزل الله تسامع الله القول التي تجادلك في زوجها أثبت الله جل في علاة له العين وهذه ستأتي قال تجري بأعيننا وأثبت له سفات أخرى وأثبت له أسماء أخرى أثبت له أثبت الله لنفسه سفات الكمال والبهاء والعظمة بالسمع والبصر وأيضا أثبت لنفسه العين وأثبت لنفسه اليد حين قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم وقال الله تعالى مما عملت أيدينا وأثبت الله لنفسه أيضا البر والرحمة إننا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم لأننا قلنا كل اسم سبت تزبط معه الصفة صفة الكمال يتضمنها صفة الكمال يتضمن هذا في الكتاب وفي السنة كثير كما قلت يا حي يا قيوم برحمتي كاء وصف الله بالرحمة برحمتك أستغيث أصلح لي شأن كله ولا تكني إلى نفسي طرفات عين وثبت أيضا بقول النبي أعوذ بكلمات الله التماتل من شهر ما خلق طب الصفات الأخرى التي هي المقابلة الصفات السلبية المنفية لما منفية لأنها نقص كصفات النوم كالسنة كصفات الإعياء التعب كصفات البخر كل هذه صفات نقص لا يمكن أن يتصف فيها الله جل في علا لذلك نفاها الله عن نفسي شوفوا اليهود لما وصف الله بالنقص قالوا يادوا الله مغلولة قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء لذلك النفي في الأدب أن تزبط كمال الضد النبي قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفق يبقى إذن هذه الصفات هذه صفات النقص منفية عن الله قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى ضابط الصفات المنفية ما أو لا قبل الصفة وليما نفاها عن نفسه نفاها عن نفسه لأنها صفة نقص كما قال النبي لا أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة الصمم ليس من صفات الله والغياب ليس من صفات الله فإن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى فيه الله والله سميع بصير قال أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وأيضا في حديث أبي موسى الشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه والصفات الوسط والصفات المقابلة يمكرون يمكر الله يستهزئون يستهزئ الله بهم يكيدون ويكيد الله لهم إن كان هناك كمال من وجه ونقص من وجه أما إن كان النقص من كل وجه فلا يمكن أن يوصف الله بذلك لذلك لما تكلم عن الخيانة فالخيانة نقص من كل وجه الصحابة الكرام يعتقدون ذلك لذلك قال الله تعالى فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ما قال خاناهم كعلى ما فصلنا وقلنا يعني ذلك ما هذه الصفات وأقسمها الصفات السبتية الصفات السلبية الصفات المقابلة كيف كان الصحابة يتعاملون معها كيف كان الصحابة يعتقدونها كيف الصحابة يتعبدون بها هذه تأتي إن شاء الله مفصلة في الحلقات القادمة وأيضا دورنا نحن ماذا نفعل إن تعلمنا وعلمنا أن الصحابة كيف تعاملوا مع صفات الله كيف اعتقدوها كيف تعبدوا بها كيف توسلوا بها ما علينا نحن إلا أن نقتسب هؤلاء فنفعل مثل ما فعلوا ونعتقد مثل ما اعتقدوا يكون الفوز لنا كما كان الفوز لهم نسأل الله لفعلها نجعل ذلك بأسله ابتغاء وجه الله ما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فالله ما جعل أعملنا كلها صالحة واجعل وجه خالصة ولا تجعل لاحد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيخنا همتون على تيثريا فنالت من فنون الدين ريا وشيخنا همتون على تيثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا